بندر من السعودية يا بندر السلام عليكم وعليك السلام يا أخي يا مرحبا أهلا وسهلا أخي بندر تفضل شيخ عندي سؤال أنا يوم مني كنت صغير يعني لم أمري خمسة طاعة زي كذا كنت أصوم يوم يوم ما أصوم كنت بانك صح اي اي نعم المشكلة أني أنا ما أذكر كم علي عاربت الحين أمر ستة وشرين والله ما أذكر كم علي يوم كم أنت استمرت لمتى حتى تلتزنت بالصوم والله أنا ممكن السنتين راحت السنتين يعني خمسطاش وستاش وانت خمسطاش وستاش Shar tonight يعني تقديرا كم يوم صمت بالثلاثين يوم برمضان وانت عمرك خمسطاش كم يوم صمت والله ما أذكر تقديرا تقديرا آخي إيش في شيء س signed up قدروا لها قدرها تقديرا ممكن عشرة يوم يعني عشين يوم ما صمت وانت عمرك ستاش كم يوم ما صمت يعني عليك صيام 40 يوم شوف القضاء القضاء الشيء أخ بندر بنصحك نصيحة اعتبرنا أخوك الصغير العمال قضاء بل الإنسان على نفسه بصيرة أنت تعرف وش سويت ما تحتاج حد يفتيلك بمعنى أنت الآن تقول أنا 20-20 إذن عليك قضاء 20 ما تحتاج فتوى اللي يريح ضميرك الآن في السنتين اللي كنت تفطر فيهم كم يوم تصوم اللي يريح ضميرك وتشعر أنك أنت أرضي ضميرك كم يوم كم يوم صمت كم يوم حتى تقضي كم يوم تقضي حتى ترضي ضميرك كم يوم ما أدري والله يعني تقديرا 40 يوم ممكن أكثر والله 50 يوم ممكن 60-70 60 ملاقب ما في 70 أنه سنتين تقلت سنتين 30-30-60 اقضي ما يريح ضميرك وتشعر أنه أنا فعلا قضيت اللي علي بس طيب يعني يوم ما في كفارة كم يوم أنت كنت بالغ الصيام لا ما كفارته أن تطعم مسكين إذا أنت مريض تعبان إلى النهاية بس بعض العلماء قالوا إذا فات السنوات تقضي مع كفارة تقضي مع كفارة علمت؟ يعني لا يسقط القضاء إذا أنت بصحتك وعافية يا بندر ما يسقط عنك القضاء طيب أنا لو أقضي مثلا شهرين أصوم شهرين أقصد يعني متتالي كذي كذي لا تصوم متتاليا لأنك تتعب أنا نصيحة أخ بتمل بتمل يعني يعني صوم كل كل أسبوع اثنين وخميس صوم كل أسبوع ثلاث أيام لكن لا تقضي متتاليا لأنك ستتعب وتمل وتترك نصيحة أخ